بس دلوقتي على عموم هنستعرض الأول مع حضراتكم كده جولة سريعة في أحوال المرور وبعد كده نبص على الطقس هنبدأ جولتنا المرورية بشارع رمسيس اللي بيشهد في الوقت الحالي كسفات مرورية بسيطة مكملة لحد مدان العباسية لو فضلنا ماشين كده لحد تقاطع شارع صلاح سالم هنلاقي إنه فيه كسفات نسبية أما لو روحنا عند كبري الجلاء فهنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة عند كبري المطار فيه كسفات نسبية هتبدأ تختفي وإحنا دخلين على طريق المطار عند كبري الحداي اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري ونفس الأمر كمان أعلى كبري المطارية للقادم من الكابلات بيشهد نفع الأزهر انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس كمان ظهر انتظام لحركة المرور في شارع رمسيس وصولاً لغمرة والعباسية ومطالع منازل كبري أكتوبر بالنسبة لطريق الأتستراض القادم من مناطق حلوان للمعادي والمؤطم حيلاقي إن فيه سيولة مرورية كبيرة بتظهر كسفات على الكورنيش من المعادي وصولاً لمناطق وسط البلد ومن أسر النبي لغاية الأسر العيني وبعد الكسفات بمحور النصر حتى المنصة وبشارع بس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميدين من عمدان التحرير وروكسي وربع العدوية إذن ناخد بالنا إن فيه غلق كلي لطريق المحاجر في المسافة من طريق السخنة اللي هو طريق القطمية الأديم لغاية تقاطعه مع محور محمد نجيب مع تحويل حركة المرور بطريق القطمية الأديم لمطلع محور محمد نجيب في اتجاه طريق المحاجر وده علشان استكمال إنشاء محور طرعة حرب بمدينة القاهرة الجديدة حتى الطريق الأوسطي من خلال محمية وادي دجلة مع طبعاً تطوير المنطقة المحيطة في الجيزة هنلاقي إن شارع فيصل بيشهد كسفات مرورية وكمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ كبير في حركة السيارات وهتبدأ تظهر بعض الكسفات في منطقة مشعل وكمان فيه كسفات كبيرة في شارع العشرين والحد الطلبية أيضاً للمتاجه لكبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين بالنسبة لطريق المحور فبيشهد دلوقتي كسفات مرورية بسيطة قبل محور مدين لبنان أما المتاجه لأكتوبر فهيلاقي إن فيه سيولة مرورية ولو رحنا شارع السودان قدام محطة مترو الجامعة نلاقي إن فيه كسفات مرتفعة للي جاي من كبري فيصل لمناطق الدقي وتظهر كمان بعض الكسفات على محور صفت اللبن للمتاجه من الدائري وصولاً لشارع السودان يفضل التوجه لمحور عرابي وكذلك الأمر بكبري عباس والجامعة والجيزة المعدني ظهرت كمان كسفات في محيط مدان النهضة وصولاً لإشارة بين السريات وشارع النيل السياحي ومحور عرابي كسفات متوسطة للمتاجه من الأقليم وصولاً للمهندسين وكسفات في محيط كبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات تعالوا نروح دلوقتي محافظة السود قدام مستشفى الجامعة حنلاقي إن فيه سيولة مرورية مكملة لحد جامعة السود لما نوصل هناك حنلاقي إن فيه كسفات مرورية بتبدأ تظهر ونكملها لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة هناك كمان فيه سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة السود نكمل جولتنا المرورية مع بعض نروح لإسماعيلية لو بدأنا طيب من مبنى ديوان عام المحافظة ناخد طريق أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملها لحد بداية شارع ستة طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم من المحافظة للمحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي لكن الطريق الزراعي في بعض الكسفات المعتادة في مثل هذا التوقيت دلوقتي يبقى خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة الطقس حيكون شديد الحرارة رتب نهارا على أغلب الأنحاء فيه كمان ارتفاع تدريجي في نسب الرطوبة وده بيزود من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع يليه تقريبا بقيم بتتروح من درجتين لثلاث درجات درجة الحرارة في القاهرة النهاردة زي مقاشر من تسعة وتلاتين وأعلى درجة حرارة حتكون في أسوان أربعة واردعين وقال لدرجة حرارة في مطروح واحد وتلاتين درجة تفاصيل الطقس كلها معنا بس بعد شوية ترجمة نانسي قنقر